أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد تحليل بي معالجة المياه ونواصل التدجيل لشرح محتويات هذه الوحدة الخامسة ونتناول في هذا المقطع مراحل معالجة مياه الشرب وهي لتكون من حوالي 6 مراحل ونشرحها في هذه الشريحة المراحل معالجة مياه الشرب نمرة واحد فصل الأجسام الكبيرة مثل الحجارة والأخصان وذلك باستخدام مصفاء أو ما تسمى بالغربلة أو ما تسمى بهيش الغربلة إذن هذه المرحلة الأولى نمر اثنين التندف والتصويق طريقة التندف الدمج الدمج والترسيم العلقة بإضافة مواد كيمية يسمى التصويق أو التصوية للتخلص من الأجسام التي تكونت في مرحلة التندف إذن التندف والتصويق المرحلة الثانية المرحلة الثالثة ترشيح بالرمل إزالة الندف أو الأجسام المدمجة في الخطوة الأولى الترشيح هي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة إضافة غاز الأوزون لغتل المايكروبات وكل الأجسام الدقيق وإزالة الرائحة والزوق إذن هنا مرحلة تاقيم بغاز الأوزون نمر خمسة ترشيح بالفاحم النشط التنقية للتنقية من الشوائب أيضا نمر خمسة الترشيح ولكن هنا الترشيح عن طريق الفاحم ليس كما في مرحلة ثلاثة هو هناك استخدام الرمل إذن هنا فرق واضح هناك الرمل في ثلاثة وخمسة الفاحم النشط نمر ستة التعقيم بإضافة الكلور ثم تخزين المياه إلى حين توزيع الغزن هنا المرحلة الأخيرة مرحلة تعقيم وذلك بإضافة الكلور من هنا الرسمة تكون واضحة جدا إذا كان في مياه في نهرق المعالجة يتم ضخها وغربلتها للتخلص من الأجسام الكبيرة مثل الأقصان والأحجار وإضافة مواد كيمائية هنا معالجة كيمائية وتتجمع الأوحال وبذلك نعمل ترشيح بالرمل ثم تعقم بغاز الأوزون هنا هذه مرحلة التعقيم بغاز الأوزون وبعد ذلك ترشح عن طريق الفحم بعد أن رشحت عن طريق الفحم لإزالة الرايحة الكريهة منها ثم تعقم هنا تعقم المرة الثانية بالكلورة ثم تجمع في برج ماء ويتم توزيعها بهذا الشكل يتيب توزيعها للمسانكين إذن هذه رسمة توضح بشكل واضح الدرينك وتتريد مدى أو معالجة المياه العزبة التي يكون مصدرها لأنهار مسان أو المحيلات في هذا نصل لشرح هذا المقطع ونوصل إلى مغاطع أخرى إن شاء الله